السلام عليكم اليوم السادس والعشرون من شهر نيسان 2022 عقد اجتماع مجلس الوزراء وهو الأخير في شهر رمضان المبارك أمنياتنا إلى العراقيين بعيد فطر مقدما بهيج وسعيد إن شاء الله اليوم جرت مناقشات عدة في موضوعات عديدة واتخذت فيه قرارات لعل أولها إعلان السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن عملية قامت بها مجموعة من أبطال الأجهزة الأمنية العراقية لصد هجمة إرهابية على بغداد بعد متابعة طويلة ومراقبة لإرهابيين يخططون لشن هجمات على عاصمتنا تمكنت والحمد لله القوات العراقية وبإشراف قائد عمليات بغداد وأيضا مدير استخبارات القيادة وكذلك قادة من جهاز الأمن الوطني من قتل إرهابي قيادي ومعه إرهابي آخر وما زالت حتى الآن العملية مستمرة حقيقة شكر سيد رئيس مجلس الوزراء أجهزتنا الأمنية على تخطيطها وعلى يقضتها لحماية العراقيين في كل مرة من هذه الهجمات الإرهابية كان هناك أيضا جملة من التوجيهات للوزارات بالعمل المثابر والدؤوب حتى اللحظة الأخيرة لعمر هذه الحكومة وأيضا كانت هناك متابعة من سيد رئيس مجلس الوزراء لأوضاع بغداد وانتشار النفايات فيها فوجه انتقادا حادا لأمين بغداد على هذه الموضوع وعلى سوء الخدمات المقدمة من أمانة بغداد ولسيما أنه سبق أن نبه على هذا الموضوع مرارا وتكرارا واستضيف السيد الأمين في مجلس الوزراء من أجل ذلك وبغداد شدد السيد رئيس مجلس الوزراء على أنها تستحق خدمة أفضل وأجمل تليق بتاريخها العريق وحاضرها المشرق وتليق باسمها بغداد الفن بغداد الثقافة ومن هنا كانت هناك مناقشة عن هذا الموضوع وضرورة المضي في تقديم خدمات للمواطنين في بغداد وأيضا تقديم خدمات بلدية وأساسية فيما تعلق بجماليات مدينة بغداد أيضا استضيف السيد عاد الكريم المكلف بإدارة وزارة الكهرباء في كل مرة يستضاف كما نعلن دائما للاستعداد هذه الحكومة لمواجهة تحديات الصيف فيما يتعلق بتقديم الطاقة الكهربائية للمواطنين وكان مع السيد عاد الكريم هذا اليوم الكادر المتقدم معه جرت مناقشة احتياجات وزارة الكهرباء في المرحلة المقبلة القريبة القريبة جدا واتخذت فيها مقررات أيضا ومواجهة أزمة الصيف والكهرباء في كل مرة تحتم على الحكومة اتخاذ قرارات وأيضا مناقشة تحديات بحضور الكادر المتقدم للوزارة فيما تعلق بوزارة الموارد المائية أيضا السيد الوزير الأستاذ مهدي رشيد الحمداني اليوم قدم مشروع قرار وصوت عليه مجلس الوزراء يتعلق بالشحة المائية الشحة المائية رافقت هذه الحكومة على الدوام وعلى الدوام مجلس الوزراء وبدعم من سيد رئيس مجلس الوزراء يتخذ قرارات حاسمة لمواجهة الشحة المائية اليوم لدينا شحة مائية في محافظة ديالة تحديدا ورصد مجلس الوزراء وصوت ووافق على تخصيص مبلغ 5 مليار و750 مليون دينار عراقي لمعالجة الشحة المائية ووضع حلول عاجلة تقوم بها وزارة الموارد المائية في ديالة وأيضا صحبة هذا الموضوع كان هناك نقاش عن تحديات الزراعة بالنسبة للفلاحين في فصل الصيف تعلمون الشحة المائية أيضا تحتم أنه لا توجد قدرة في المضي في المشروعات الزراعية بالنسبة للفلاحين وإنجاز الخطة الزراعية ولذلك أمر سيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة خاصة يرأسها سيد وزير الموارد المائية تدرس مقترحات تقديم الدعم للفلاحين نتيجة الشحة المائية في وزارة الإعمار طبعا في مرات عديدة ناقشنا في اجتماعات مجلس الوزراء مسألة استحداث بلدية النجف اليوم وافق مجلس الوزراء على قيام محافظ النجف الأشرف باستحداث بلدية في المدينة القديمة هذه المدينة وغيرها من المدن المهمة مثل كربلاء تستحق اهتماما خاصا النجف مدينة تاريخية لها خصوصية دينية وثقافية وعمرانية أيضا فيها الحوزة العلمية العريق منذ ألف عام وبالتالي استحقت اهتماما خاصا من مجلس الوزراء وقبلها من السيد رئيس مجلس الوزراء حينما زارها وطرحت مجموعة من الأفكار لتطوير مدينة النجف ومنها استحداث بلدية للنجف القديمة واليوم صوت مجلس الوزراء على أن يقوم محافظ النجف باستحداث هذه البلدية في المدينة القديمة في وزارة المالية كان هناك قرار وقبله حقيقة عرض لسيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة دعم بعض المؤسسات التي تقدم خدمات للمواطنين هناك مؤسسة البيت العراقي للإبداع التي تقدم خدمات أساسية للأطفال والعجزة وهي معروفة بهذا المضمار وقائدها السيد هشام الذهبي معروف أيضا ولذلك اليوم كان هناك مقترح على مجلس الوزراء في أن تدعم هذه المؤسسة أن يدعم البيت العراقي للإبداع نظرا لخدماته الجليلة للعراقيين في مسائل الأطفال ومسائل العجزة أن يدعم بمبلغ 500 مليون دينار عراقي لكي ينفذ مشاريعه الخدمية للأطفال والعجزة أخيرا سلطة الطيران المدني اليوم حظيت بتصويت من مجلس الوزراء على أن تقوم هذه السلطة سلطة الطيران بإجراءات الحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي مطار بغداد الدولي من المطارات المهمة في العراق وبالتالي مسألة إجراءات وضمان حمايته مسألة أساسية ومكن اليوم مجلس الوزراء سلطة الطيران من اتخاذ إجراءات لازمة للقيام بالحماية الأمنية للمطار شكرا جزيلا